تخيل أنك حارس مرمى وجاء عليكم فاول بترضى بحائط الصد هذا أو تخيل عامل بنالك جدار فيه فراغات هل تقبل فيه؟ زل ليش نرضى نوقف في الصلاة بهالطريقة مسافات ومساحات وعدم استواها وخلل ما يرضاها الله مع أن استواء وترص الصف واجب وفيه مصالح للمسلمين والمخالفة تحمل المسؤول الإثم طيب كيف يكون استواء الصفوف؟ بدأ الصفوف من الوسط وحركة التراس من الأطراف باتجاه الوسط خير صفوف الرجال أولها والجهة اليمين أولى وأكثر أجرا إلا أن يكون اليسار أقرب للوسط اتمام الصفوف الأول في الأول وما يبدأ الصف لين يتم السابق يحرص على مقاربة الصفوف مع مراعاة نقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة وما تخلي بينك وبين اللي جنبك مسافة ومن حص الفرجة في صف متقدم يجوز يشق الصفوف لسد الفرجة وهذه الحركة وإن كثرت لا تؤثر في صحة صلاته ولا تضر صلاة المأمومين إذا مر بين يدي المصلين لأن سترة الإمام سترة لهم وإذا دخلت الصفوف تامة وما كان معك أحد في الصف الجديد لا تسحب أحد من الصف السابق ووقف خلف الصف ولو لحالك يكون التراس بالتقاء الأكتاف والأعقاب دون إيذاء الآخرين وأما أطراف الأرجل الأمامية ما يقاس عليها اتساع القدمين يكون بموازات الكتفين لا أكثر ولا أقل لا بد ننبه غيرنا ونحثهم على استواء ورص الصفوف ولا بد يتعاون المصلي مع اللي يطلب لسد فرجة أو رص الصف النساء بينهم ينطبق عليهم الأحكام مثل الرجال لكن أحسن صفوف النساء آخرها إن كانت مكشوفة للرجال من مسئولية الإمام التذكير بالاستواء والتراس والتأكد من ذلك بالنظر والتتبع إذا تقدم الأطفال في المسجد فما يجوز نرجعهم ويجوز يكونوا في الصف ولو قطعوه بحركتهم يجوز رسم خط على السجاد للمساعدة على تسوية الصف وهالشيء مبدعة والميل اليسير ما يأثر على الصف إذا وقف إمام مأموم يكونوا محاذين لبعض وما يتقدم الإمام يشرع في صلوات الجماعة النافلة أن يصف المصلون مثل الفرائض وينقاربوا بين صفوفهم في الجنازة عن صفوفهم في الصلاة فلا حرج تجوز الصلاة على الكرسي في الفريضة عند العجز عن القيام وفي النافلة عند الحاجة ويحاذي المصلي الصف بجذع الجسد بغض النظر عن أقدام الكرسي حتى لو اضطر لتحريك الكرسي قليلا حتى ما يأذي غيره يجوز جعل ممر خاص بجوانب الصفوف لمرور المصلين وحفظ صلاة المسبوقين والمحسن اللي يبني مسجد يشاور أهل العلم والاختصاص لتجنب ما قد يؤثر على استباء الصفوف وربنا يتقبل